السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطلبات الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات قسم نجارة الأساس النهاردة هنتكلم على فرع كبير جدا من فروع نجارة الأساس وهو مادة العمليات الصناعية هناخد النهاردة باب اسمه باب الكراسي الكرسي طبعا ما فيش بيت أو مكتب أو أي مكان يخلو من الكرسي اللي هو سبيل للراحة وإنجاز العمل درس الكراسي النهاردة هنتكلم عليه بالتفصيل طريقة التنفيذ مكونات الكرسي مقاساته كل الكلام دوت هنتكلم عليه وده باب من الأبواب المهمة اللي خاصة بالدبلوم نجارة الأساس وبيجي في الامتحانات بصفة مستمرة تعالوا النهاردة نتعرف على الدرس ونشوف مكونات الكرسي هتبقى إيه أول حاجة تعالوا نبص على الكرسي هنا طبعا الكرسي معمول على علم الأرجوميكس الحديث اللي هو علم النسب البشرية لراحة الإنسان عندي طول الكرسي من أول الأرجل الخلفية لغاية نهايتها بتبقى 95 طيب الجزء الأرجل الأمامية من أول القعدة لغاية الآخر بتبقى كم؟ اللي هو الجزء دوت بتاع المسقط 5 الجزء دوت اللي ارتفاع دوت 45 والجزء من أول النقطة دية لغاية نهاية القعدة بيبقى 45 طيب هو ما هنا 45 يا مستر العرض بتاعه ده 45 هو راجع ليه على 38 30 جزء إحنا قلنا إن الكرسي من الصمم على علم الأرجوميكس ونعرف كلام دوت من خلال الرسم بتاعنا إن الكرسي من أمام بيبقى عريض وبيدخل على دية حتى هتبص لو هو كرسي ربع أو مربع هتلاقي إن الرجل الأمامية قدام الرجل الخلفية مدرية عليها ولكن الرجل الخلفية بينا عشان الجزء الخلفي للكرسي أقل من الجزء الأمامي يعني الجزء الأمامي ده 45 في 45 عم في ارتفاع الرجل الأمامية 45 طيب الضارة هو 38 يعني تعالوا نبص هنا على الكرسي قاية الكرسي عندنا الجزء دوت بيبقى داخل على ما فيش الجزء دوت بيبقى 45 القاعدة هنا دية بتبقى كم؟ 45 الارتفاع بتاعنا ده كله من أول الرجل هنا لغاية نهاية اللي هي الرجل الخلفية بيبقى كم؟ بيبقى 95 خلاص طب الجزء الأمامي دوت بيبقى 5 40 لغاية اششلت نفسها طيب هو الكرسي دوت عندنا جماعة ده شكل مبسط للكرسي القاعدة احنا الكرسي بيتكون من إيه؟ من أرجل خلفية أرجل أمامية شكالات قاعدة خلاص والقاعدة دية مش شرطة تبقى مربعة بتبقى مستديرة بتبقى شكل ممبي بنبدأ نشكل فيها طيب دية بتبقى على شكل شعير بتبقى على شكل سوسات بتبقى على أشكال كتير جدا هنتعرف عليهم ولازم تدرس الحاجات دية بنسمها يعني إيه نسمها؟ إن أنا في مدة العمليات ببدأ أطبق الجزء بتاع الكرسي سواء الظهر شكل الرجل أنا لازم أعرفك أشكال الأرجل بأشكالها متعددة خلاص رسمها إزاي ده الشكل هو أنا لو أنا طلعت مش أنا بتخرج صناعي وديزاينر في نفس الوقت ومصمم إن أنا إزاي أقدر أعمل اختلاف لشكل الكرسي تمام؟ ولكن الجزء بتاع المقسات دوت جزء ثابت عندي ما أقدرش أغيره يعني إيه الكلام دوت أقدر أغير في الشكل ولكن لا أغير في المقسات طيب ليه مستر؟ قال لإن حجم الإنسان ثابت ما بيتغيرش إحنا أيسين على حسب طول الإنسان وعرض الإنسان ما نفعش مثلا القاعدة 45 أجي واحد يقول لي لا أنا عايز القرسي ده بتاعي 30 ده بتاع طفل صغير ممكن يبقى 30 آه في هجم الأرجو ميكس إحنا بنعمل كراسة لأطفال بنعملها صغيرة تمام؟ ولكن لو أنا هعمل القرسي في المجمل العام لازم ألتزم بالمقسات بتاعتي ما نفعش الارتفاع بتاع القاعدة نفسها من الرجل اللي قدام اللي قدام اللي هو الجزء دوت أجي أقول مثلا هو 45 لا أنا هعمله 60 ما أنا مش أبقى مرتاح عليه يعني طبيعي ولكن أقدر أغير في الشكل أعملها مخروطة أعملها شكل حلزوني أدخلها شغل قيمة أدخلها شغل خرط ما أقدرش أغير في الحاجات دي أقدر أغير في الأشكال ولكن أقول لا ما أقدرش أغير في المقسات طيب بالنسبة للأرجو الخلفية المقسات بتاعتها أقدر أغير فيها أقدر أغير بنسبة بسيطة جدا ولكن سابتة برضو التغيير على حسب كرسي لو وصول كرسي المكتب وعايزه يبقى ارتفاع شوية ممكن أزود خمسة سنت ست سنت ولكن الارتفاع بتاع القعدة نفسها إن أنا أجي أقعد على الكرسي بتاعي ما أقدرش أغير في الارتفاعه عن الأرض ما أقدرش أغير في العرض بتاعه خلاص إحنا بنبقى عاملين الجزء بتاع الخمسة واربعين دوت لأقصى حجمي ممكن يقعد على الكرسي بتاعنا خلاص يعني لو حجم أقل هيبقى قاعد ومرتاح برضو ولكن ما ينفعش أديق وما ينفعش أوسع بخلق بي الشغل بتاعي طيب تعالنا نتعرف بقى على الأجزاء اللي احنا تكلمنا عليها ديت بالتفصيل عندي القعدة ديت وديت أهم حاجة عندنا في الشغل بتاعنا اللي احنا هنبدأ نتكلم عليه ونبدأ نرسمه دلوقتي تنفيذ عشان دوت بيبدأ يجي في امتحانات الدبلوم وده ليه مقاسات وليه طريقة للرسم نفسها ديت يا جماعة شكل أفقي لقعدة القرسي تجميع الأرجل الأمامية بالأرجل والأرجل الأمامية بالشكلات والرؤوس الطولية والأرجل الخلفية بالرؤوس العرضية طريقة الرب بتاعته ديت نرسمه النهاردة ونعرف إزاي بيتيجي في امتحانات الدبلوم بشكل مفصل تمام تعالوا نبص هي اللي هي المتاليت وهي مجمعة معنا ده شكل اختزال بنشوف فيه الشكل بتاع المتلوتة نفسها وهي مسكة المرأة الطولية بالمرأة العرضية أو الرؤوس الطولية بالرؤوس العرضية ومسكة كمان الرجل نفسها يعني دي تبص المتلوتة ديت مسكة ماسكة الجزء دوت والجزء دوت ومسكة الرجل نفسها كمان بنشوف فين في القطاع القفق هي الشكل بتاعه متصمرة من هنا ومتصمرة من هنا والرجل الأمامية الأرجل الأمامية طبعا اللي هي الواسعة ديت الجزء ديت بتاع الرجل الخلفية تعال نرسمها ونشوف الرسم بتاعها يبقى إزاي عندنا عندنا هنا يا جماعة نبدأ نرسم أول حاجة قد مساحة واحد سانتي أو نصف سانتي على حسب ما انت عايز عشان نبدأ إن أنا أشتغل في حيز محترم معي أهوت زي برواز الصفحة ولكن أنا عايز أعمل القطاع بتاعي بالحجم الطبيعي والورقة مش هتساعدني إن أنا أعمل الحجم الطبيعي طبعا أعمل إيه وبالذات ورقة الامتحان بتاعت ما أكلمش عن الورقة الأقصادية أنا الورقة الأقصادية نفس الكلام ولكن احنا منطبق لك على الواقع عشان تبقى شايف أول حاجة فاربعة وهطلع كده قدي جزء بتاعي عشان تطلع ربع معي اهي قدي قدي أول رجل اللي هي الأمامية الرجل التانية ياخد أربعة في أربعة وابدأ أعمل الجزء بتاعنا هو من أول الخط بتاعنا واخد نقطة عشان أطلع علي وتبقى الشغل بتاعي مصبوط أهي تخلفت معي خلفت معي أهي نشوف المثلس دوت أهوت المقاس بتاعي قدي اللي الاربعة بتاعتي وقدي الارتفاع بتاع الاربعة بتاعتي التانية عشان أقدر أعمل لها لو أنت طبعا تشغل على مصطرة مربعات هتفرق معك كتير جدا قدي الاربعة لغاية هنا طيب وبعد كده قلي خد من هنا من الآخر الصفحة سنت وبعد كده خد تلات في كام في ست آدي ست سنت بتاعتنا وآدي أهي خلاص نفس الكلام هنا آدي الصمت وآدي ثلاثة صمت وهنزل هنا الست صمت بتوع وآدي الست صمت بتوع وابدأ اقفل الشغل بتاعي اه طيب بعد كده هعمل ايه مستر بعد كده هاخد اتنين ملي اللي هي شفة نفسها وبعد كده هاخد اتنين سنت طيب الاتين سنت اللي هي جو ديت هعمل فيهم ايه هقسم هما الاتنين سنت ديت يعني 20 ملي يعني كام 20 ملي هقسم 6 و 6 12 6 و 6 كام 12 6 وآدي 6 12 خلاص واخد نفس الكلام طيب اللي بقى كده كام عندي 8 خلاص من الشغل بتاعي يبقى 6 8 6 2 6 8 6 طيب وبعد كده هعمل ايه هبدأ اوصل الاتنين بالاتنين الاتنين ملي بالاتنين ملي اهي واخد الاتنين سانت كبيرة اللي عندي اهي طيب انت لسه ليه ليه قسمت جوه التقسيم اللي جوه دي بتاعت اللسان نفسه ونفس الكلام هنا اهي وباخدها بنسبة ميل اهي اهي نفس الكلام هنا وايدي الاتنين سانت بطوع طيب الجزء اللي ورا نفس الكلام سيب اتنين ملي وتاخد اتنين سانت اهم طيب بعد كده يا مستر قال لي تعالى خد الرجل دي على خمسة واربعين خدت خمسة واربعين تعالى مش انا قلت لك تقسم هنا قادي التقسيمة بتاعتي قادي ستة والستة وجزء التماني وهنزل كده ده اللسان الاولان وهاجي هنا برضو نفس الكلام قادي الستة والستة وقادي التماني كده عملوا معايا ايه الالتقاء هنا يا جماعة عمل لسان اهو اهو خلاص عشان تبقى واضحة معاك قادي اللسان اهوة وقادي اللسان اهوة وقادي الرجل نفسها نفس الكلام بالنسبة للرجل التانية هتاخد خمسة واربعين ونفس التأسيمة برضو اهيت خدت الستة وقادي الجزء اللي قدامها ونفس الكلام هنا اهوة وهيت الجزء بتاع اللسان بتاعه الفايصل ما بينه ما هو خلاص ده اللي التقاء على خمسة واربعين ولكن في دية بقى هيبقى ليها كلام تاني يعني هيبقى ليها كلام تاني يا مستر يعني هاجي هنا هاخد الستة بتاعتي وهو ماشي على طول وهنا التمانية اللي هي في النصة هيت وماشي على طول ونفس الكلام هنا هاخد الجزء دوت وماشي على طول وجزء دوت وماشي على طول طب ليه لانه هو مش هيتطاق مع ديت مع الرجل الميلة ديت هاجي هنا وهو معامل نفس الكلام اهي وقفت لغات هنا وديت نفس الكلام السابق دوت ودوت لاحق معايا يبقى ديت تجميعة بتاعة دية الجزء الخلفي مع الجزء الارجل الامامية الارجل الخلفية مع المرة او مع الرجل او القطاع الجانبي طيب تعالي عايز اعمل المتلوتة اعمل ايه قال لي تعالي خد اربعة وهنا اربعة اربعة فا اربعة اهي وابدأ اوصل هنعمل واحدة بس عشان وقت الحلقة اهيت ووضحها لك وهي مرسومة وتعالي هنا على بعد واحد ونصف صمتي ويعمل خل اهو عشان يبدأ لك في المصمرة عشان الخشب ايه ما تشلعش معايا اهيي نفس الكلام هنا اهوة بابدأ اعمل الجزء بتاعي وابدأ اركب هنا المصمرة نعمل له كروكي اهوة اهوة خلاص ديت اللي تهمنا هعمل واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا خلاص في الجهات الاربعة بتوعي طيب هتبقى في الشكل بعد ما خلصها كلها هتبقى بالشكل اللي قدامي دوت تمام اهي بعد ما حبرناه ديت الجزء بتاع الارجل الخلفية اهي بتجمع ونفس الكلام هنا المتالية الورقة ديت عليها المقاسات كلها قلنا ان ديت اتنين او اتنين واتنين خلاص ديت اربعة فاربعة ديت اهي الربعة ديت بتاخد سبعة تمانية سبعة او ستة تمانية ستة عادي وبتاخد هنا اربعة ملي او بتاخد اتنين ملي شف هنا نفس الكلام سبعة تمانية سبعة واربعة او بتاخد اتنين وبعد كده تاخد ستة تمانية ستة على حسب ما تقسمها دية طرق صناعية بسيطة. خلاص? تعال للمتلوتة دي اهي اهي ادي الارجل بتاعتني. نسبة الميل بتاعت ديت بعمل اختزال لان دوت حجم ايه يا جماعة? حجم طبيعي. ده حجم ايه? طبيعي. ده الشغل اللي احنا اشتغلناه. نتمنى ان ابنانا الطلبة ينفزوه مرة واثنين وتلاتة. تعالنا نكمل بقية الشغل بتاعتنا ونقول ان انا عندي الظهور. ادي اول ظهر معايا يا جماعة. اسمه ظهر بشعيرة. بحشوة خرزان. بنقول عليه ايه? مفتوح من اعلى. اول ظهر اهوت. ده مفتوح من اعلى. طبعا مع الرسمة البسيط ده بتقدر ان انت ترسمه مرة واثنين هتبقى ممتاز فيه. طيب ارسمه ازاي? خد دية عشر سنتي. ابدأ قسم دية تخد واحد ونص. بعد كده خد دية اربعة ملي. بعد كده خد من تحت اتنين سنتي. وخد اربعة ملي. وابدأ شكل في الشعيرة زي ما انت عايز. وخدها بالرجل المسلوبة من من فوق لأدنى. يعني هنا هبدأ مسلا باربعة ملي. هنا هنتهب ستة ملي. تعال نبص على الظهر التاني. اسمه ذو سقاسات طولية. فين السقاسات ديت يا مصر? ادي السقاسات بتاعتي. ادي السقاس اتنين تلاتة اربعة ممكن يبقوا قلي من كده او اكتر من كده على حسب التصميم. طب السقاسات دي بتتجمع في ايه? بايه? بالنقر واللسان. فوق وتحت. طبعا غير نافذ. طيب. الظهر دوت بتجمع بيه يا مصر. انت ما كلمتناش عن الظهر وتجميع والتركيب الصناعية. ده برضو نقر والسان غير نافذ. او نقر والسان برجبة عدلة. او نقر والسان برجبة ميلة. كل ديت طرق تجميع او طرق صناعية اقدر اجمع بيها او اقدر اركب بيها الظهر. السقاسات ديت طبعا نقر والسان. خلاص? تعال دوت. ده اسمه منحنة له رؤوس عريضة. بص واخد نسبة كيرف كده او نسبة انحناء. بتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. خلاص? ده الظهر بتاع الكرسي. والطريقة التشكيل بتاعته. انا عايز ظهر يقولك ارسم ثلاث انواع من الظهور الكراسي. بترسم له ثلاث انواع. ممكن تعمله مسقط. ممكن تعمله منظور زي ما انت عايز تعمله. تمام? براحتك. تعال نشوف ماسك الجانبي للارجل الخلفية. رجل الخلفية. طب انت مش لسه ايه ده ظهر. الجزء الظهر نفسه. اما دية الارجل الخلفية. بص الارجل يا جماعة. بالشكل اللي قدامنا دوت. ده نوع اتنين. تلاتة. اربعة. طب انا مصر انا مش هعرف ارسم الكلام دوت. ولا ارسمه ازاي. او ارسمه كروكي. ولا لا. مفيش حاجة اسمها كروكي. تعال نطبق لك رجل او اتنين. ونعرف ازاي هيترسمه معانا. هناخد اول حاجة. تعال هنا معي. وخد. مستطيل. طبعا انا هكبر الحجم هيعندي هنا عشان الشاشة. احنا بنقول الطول بتاعي دوت قد ايه؟ عشرة. خد قد ايه هنا؟ خد اتنين سنتي. اهو. يبقى عشرة في اتنين. عشرة في كم؟ في اتنين. ابدأ اشكل فيها زي ما انا عايز بقى. اهي. ااجي من هنا من نص الاتنين ديت عند الواحد. اهي. واجه في المنتصف هنا وامعمل ايه؟ خط. الخط دوت هيمد معايا. كده. هاخده كده. واخده كده. وابدأ اخد عند الواحد دوت اهو تفوق. الواحد تحت. او ما اخد الجزء ده كده اهو. شفت بصيت ازاي؟ اهي. وادي الجزء بتاع الاحدى نفسه اهو. ده شكل نموذج. تعال نرسم نموذج تاني. نرسم نموذج تاني اهو. نفس الكلام. قلنا عشرة. بحاول اقبر على قد ما اقدر. عشان تبقى باينة قدامك على الشاشة. ادي اتنين سنتي. مش هانا اخدنا الجزء اللي في النص دوت اهوت. انا اعملها كده بغاية ناخد خط خفيف. ونقم ايه؟ جايبين ديت مش هانا كنا جيبنا ديت كده. من النص اهيت. واهيت. تعال هنا. نص دوت. خد خط موازج اهوت. اهو. ادي نوع تاني. بتاعلي بساطة جدا الجدعان الكراسي اهي. الظهر اهو. زي ما احنا شفنا اهو. نوع تاني ممكن تجيبه بالباجلت. اخهوت دوت كده اعمله تقويصه. اهو. نوع تاني ممكن اشكل دوت اهو. اهو. وابدأ اشكل. اهي. تدريباتك ويه. المقاسات بتاعتك بتفرق معاك. وان انت تتضرب مرة واتنين وتلاتة. على الشكل والتخيل بتاعك يفرق كتير. يعني يفرق كتير يا مستر. يعني الارجل دي. انا ممكن ابعد عن الاشكال انا ابتده تغير في الشكل واتغيرش في المقاس. مش المقاس اللي انا رسم به. انت ممكن تغير في المقاس اللي انا رسم به. يعني بدل ما هي عشرة عملها خمستاشر. وعرض فيها خليها صنط ونص. خليها اثنين صنط خليها اثنين صنط ونص. مش هحكمك انت ترسم الظهر ازاي. خلاص انا عايش شكل بس ان انت تفكيرك وخيالك بيعرف يجيب الشكل. طيب هو انا اعرف ازاي ان انا اوصل لدرجة ان انا اعرف ارسم بيها ارجل خلفية او قواعد او الكلام ده كله ان انت حضرتك بتبدأ تبص على الكراسي بصفة مستمرة سواء في معرض او في ورش او في كتالوجات او على النت او الكلام ده كله بتقدر تبص على الاشكال بتاعت الارجل. وابدأ امسك هي شغلة هندي بيد اقرب من المسطرة والقلم كمان. ان انا ممكن امسك القلم بتاعي وورقة فاضية واقعد اقرك فيها. الشكل اللي اعجبني ابدأ اتضرب عليه مرة واثنين وثلاثة ملغات ما بيطلع معي ممتاز. ولكن ابقى عارف ان طول الرجل ديت خمسة وتسعين الظهر بتاعي. من قدام الرجل الامامية ديت طولها خمسة واربعين. ابقى فاهم ان انا لما حد يجي اسألني كواحد فني يقول لي هي الرجل ديت انت عاملها قد ايه. اقول له في التنفيذ اقول لي اه اقول له خمسة واربعين. اللي هي الامامية. طب ايه ده والخلفية هي الامامية. اه ما ديت بالظهر بتاعها ديت طولها قد ايه طول الكورس نفسه بالظهر بتاعي هتبقى خمسة وتسعين. تفرق كتير جدا يا جماعة ان انت تبقى طالب متميز ومتمرس ان انت بتطبق مرة واثنين وتلاتة بتفرق كتير جدا في سوق العمل وفيه المهارات وفيه الامتحان اللي انت عايز تجمع فيه درجة. ناخد بعد كده القواعد. عندي اول حاجة قاعدة مستديرة. نفس الكلام بتعملها عن طريق البرجل او ممكن اشكل فيها. عندي قاعدة مقص. دي قاعدة اسمها قاعدة ايه? مقص. هاجي هنا. قاعدة منحانية من الاجناب ومقوصة من باقي الاتجاهات. طبعا القواعد ديت ممكن اشكل فيها دون الاخلال بالمقاسات. ماشي يا جماعة? مهمة جدا معانا ان انت تبقى فاهم الكلام بتاع الكراسي. القواعد ارسم ازاي? وابدأ اشتغل ازاي? وطبعا دوت مع الاستمرانية مع شغلك. هيفرق كتير جدا. وان انت تدرب مرة واثنين وثلاثة في الرسم. هيفرق معاك وهينمي مهاراتك في عملية رسم القواعد. تعالوا نتبص على الشيكالات. ايه الشيكالات ديت يا جماعة? الشيكالات ديت اللي هي بتبدأ تربط الجزء بتاع الرجل بتاعتي بالارجل نفسها بالكرس نفسه. طيب ما دي هتعمل ازاي القاعدة؟ ما ده شكل مربع ولكن الشيكال من تحت. الشيكال ايه؟ من تحت. لما اجي ابص عليه هلاقي نفس الكلام كده. تعال ابص معايا على الكرس كده. لما اجي ابص على الكرس هنا قطعت كده. انا عايز اجيب الشيكالات. فين الشيكالات ادي الشيكالات. خلاص؟ لما جيت قطعت ما هو ديت مواز يلديت. يعني انا لما هبص منفوق و جيت على رسامة التقفيصة نفسها. بصيت على الشيكال هو هو. نفس التجميع نفس الشغل. طب ديت متحركة يا مصر عن ديت. ما بديتش. لا اقطاع افقها يبينهاي لك جنبها. الروس الطولية. طبعا انا مش عامل هنا شيكال في الخلف. ولكن لو عندي شيكال في الخلف كانت بانت اربع دي تبانت تلات شيكالات بس. خلاص؟ زي ما هي موجودة معنا في الرسم. ديت قريبة جدا من الجزء اللي احنا عمل لنا بالمثالات بتاع القاعدة. ولكن اللي ما زيز القاعدة عن الشيكالات طريقة التجميع. والمثالات اللي هي مجمعها معايا. طبعا نسبة الميل موجودة في الشيكالات. مش معقولة. القاعدة نفسها هتبقى بنسبة ميل. والشيكالات مش هتبقى بنسبة ميل. نفس النسبة ميل الكرسي اللي بينطبك على فوق. بينطبك على تحت. زي التصميم في الدوار. ما ينفعش دور انا عامله اربعة في خمسة بشكل من حدر وهاجي في الدور اللي بعده هيبقى نفس الشكل نفس التصميم. طبعا ما عملتوا الدور الاولاني كده يبقى الدور التاني يبقى كده الدور التلاتة هيبقى كده نفس الناس في الكرسي. لما اجي قاطع الكرسي هنا اللي فوق هيبقى نتاحت ولكن في شكل شكالات. خلاص? ايه اللي مايزني ان انا قطعت النهد دي بالجزء دوت في القطاع اللي ايه? القطاع القف جنيه بلون الايه? hanya هيتعمل باللون الاحمر. طيب تعالوا نشوف شكل شكل تاني من الشكالات ادي شكل شكالات منقول شكالات من الجانبين يربطهم سؤاسات يعني ايه سؤاس سؤاس بيربط ادي شكال شكال وشكال ما عملش شكالات ايه عرضية ولكن استغنى عن الشكال دوت والشكال دوت بسؤاسين هو هنا المفروض يعملها اربعة لا ده هو عملها اتنين وقال لك انا عملت سؤاسين من الداخل طماما دخلوا جوه وما ارتبطوش بالروس تبقى اسمها ايه سؤاسات اسمها ايه سؤاسات خلاص وربط الجزء دوت بالجزء دوت عن طريق النقر واللسان برضو ممكن اعملهم عن طريق الكعب الغنفار جرار بيدين زي ما عملنا في المناظر ده بقى عمل حاجة بسيطة جدا وعمل سؤاس واحد ما العمل ايه بسيطة غاية يا مستر انا ممكن اعمل الشكل دوت وانا اتضربت عليه وممكن اعمل الجزء دوت سهل وممكن اعمل نفس الجزء بالساشيل منه واحدة ووصلنا بدل ما انا اعملهم مفردهم على المساحة كلها كده لا انا اعمل واحدة في النص وخلاص وكده تمام وصلت يا جماعة تعالوا نبص على الفيديو بقى وطريق تجميع الكورسي الكورسي يا جماعة اهو هنبدأ نشوف التنفيذ بتاعه هيبقى ازاي نبدأ ونعمل الارجو الخلفية اللي هي مميزة باللون اللي معانا قدامنا دوت ووصلوا لي ووصلوا لي دي دي تكوين الكورسي يا جماعة زي ما احنا شايفين كده دي مكنة الصينية ديت الارجو الخلفية مكنة الصينية ديت يا جماعة احنا اتكلمنا فيها وقلنا ان هي من اهم الماكينات بتاعت النجارة اللي بنقدر نستخدمها في تنفيذ العمليات الصناعية بشكل كبير جدا بنبدأ نقص ديت بقى ايه الشكالات مع الرؤوس الطولية اللي مسكة الارجو ببعضها كده عملنا الشكال زي الرأس الطولية بالزبط ممكن نختلف المقاس وممكن يبقى هو نفس المقاس مكنة الربوب نبدأ نمسح بيها وش وحرف بالنسبة للشكالات وبالنسبة للروس الطولية طبعا هو عمل الوجهين والحرفين على الماكينات هنا هنبص هنا بقى معنا مكنة التخانة التخانة ديت يا جماعة بتبدأ توفر علينا جزء كبير جدا ان هي بتخلي الجزء الشغل بتاعنا موحد مفهوش فاتلة مفهوش اي نسبة ميل مفهوش غلط بنسبة واحد في المية هنا عملنا عملية التخانة بنبدأ نعمل عملية تقصيب التقصيب دوت ان احنا بنشيل الاجزاء الزيادة اللي موجودة معانا بحيث ان انا لما اجي اعمل النار يبقى المكان بتاعه تمام مفهوش اي اختلاف خالص معانا عن الشغل الطبيعي بتاعنا هنا هنبدأ نقصب من الجهة الاخرى برضو بالنسبة للسؤسات دقيقة الارجل بقى اهيت اللي هما الارجل الامامية والارجل الخلفية طبعا التقصيب دوت بيفرق معانا بنسبة كبيرة جدا انه بيخلي كورسي نسبة السبات بتاعته على الارض عالية ونسبة التطهير بالنسبة للتقصيب التقصيب يعني التطهير بطهر الاجزاء اللي هي الزيادة اللي عندي الاجزاء اللي هي موجودة في قطعة الخشب او موجودة في اهم اجزاء الكورسي بنبدأ نطهرها وبتبدأ تبدأ تزبط معانا الشغل بشكل كبير جدا عمل مفحار من الجهتين زي ما احنا شايفين كده جماعة المفحار طبعا زبطة الزاوية ديت مهمة جدا ان احنا نزبط الزاوية بشكل ملائم معانا بحيث ان هي ما تبقى المفحار بتاعتنا كلها زي بعضها ديت زاوية عادية جدا اسمها الزاوية البلدي هيبدأ يعمل عملية العلام للاجزاء اللي هيعمل فيها النقر اللي بيعملها ديت عملية حاجة اسمها شنكاشة هنا بيبدأ يزبط برضو من فوق من تحت الاجزاء بتاعت النقر بتاعتي عشان تطلق كلها متساوية طبعا مع عملية التقصيب اللي احنا قصبنا بيها بتفرق كتير جدا اللي قدامنا ديت حاجة اسمها انطا ممكن نستخدم زارجينة كده ضمن ان مفيش حاجة هربت منه او حاجة تحركت عن المكان بتاعه بحيس وهو شغال مفيش حاجة تختلف معه خلص حدد الاجزاء بتاعته عملية النقر هيت يا جماعة زي ما احنا شايفين ده مكنة المنقر من الماكينات اللي هي بتوفر علينا مجهود وشغل كتير جدا طبعا ممكن يبقى نقر نافد او غير نافد بيبدأ يوصله ببعضه ده النقر الجزء اللي هو غير نافد برضو اللي هنبدأ بص الرجل الخلفية عمل فيها كل الشغل بتاعه من سؤسات لتجميع ارجل رؤوس طولية لشكلات لكل حاجة اهيت زي ما احنا شايفين الارجل الامامية قدام والارجل الخلفية ورا كده هيعمل جزء بتاع النقر التاني بحيس ان يركب الشكلات مع بعضها زي ما احنا شايفين بدأ عملية النقر ده بيلتقي مع النقر اللي قدامه بحيس في عملية التجميع تبقى العملية سهلة كده عمل نقر في الارجل من الجهتين هنبدأ نطهر جزء ده عشان نعمل اللسان بتاعنا فيه طبعا مكان تلسين بيقدر يعمل الاجزاء ديت بسهولة من غير مفاحير ولكن احنا بنقدر نوظف المعدات اللي معانا ان هي تقدر تطلع معانا اي شكل معانا على حدود الامكانيات انا ما عنديش اللصانية وعند الربو وعند التخانة ومعنديش مكان التلسين ببدأ اشغل مكانة الصينية ان انا عملت مفحار من الجنبين وبدأت اطهرهم بيعلو الصينية بحيس ان انا تساهل علي المأمورية وبقى اشغلت الميكانة معايا اهو الجزء دوت بيبقى طبعا لازم اللسان يبقى داخل حاجة اسمها شحط مشهوط داخل مفهوش نسبة تهريد دهية الرجبة بتاعتنا اللي نقدر نطهرها بالنسبة للرقوس الطولية والرقوس العرضية ده اسمه نقر ولسان بربة عدلة نقر ولسان بربة عدلة ده نقر ولسان بدأ طبعا يلف السكة بتاعته بحيس ان ينخش في قلب النقر بامتهى السهولة والاريحية اغير ده ده تركب طبعا ده نقر ولسان غير نافد غير نافد ما فيوش نافدان من ناحية التانية خالص ده يتلقمة بتاعت الروتر او بتاعت الحلية اللي ابدأ اشكل بيها وابدأ اعمل بيها الشغل بتاعي بشكل احترافي بحيس ان انا اقدر اشكل في الشغل بتاعي بشكل حلية ممكن تغير في شكل حلوية زي ما انت عايز الارجل الخلفية والارجل الطلية برضو هعمل لها عملية حلية كسر للسكة ده بعد ما كسرنا السكة بتاعتنا ممكن اشكل زي ما انا عايز يا جماعة في الحلية يعني ممكن ده يبقى جاية او خوشخان او بسطوم ولكن يفضل ان انا ما بقاش عامل عمليات حلية كتير في الكرسي افضل ان انا اعمل حلية جلدية في المناضد او في الشفونيرة او في الصالون او في المكاتب ما عملهاش في قطعة زي الكرسي لاني ما بيبقاش مستحب هنا دي هي الرجلة الخلفية بنقورها كلها بيبدأ نشيل اجزاء بتاعتها هيت زي ما احنا شايفين قصر السكة من جميع الجهات نبدأ نعمل عملية التركيب للنقر واللسان طبعا تشريب دوت يا جماعة بيمسح سوادي العلام ويشيل اجزاء بتاعت الزيادات اللي هي موجودة من مكانة النقر وبيبدأ اخدمنا بشكل كبير جدا في الشغل بتاعنا وبيطلع المنتج المنتج عالي وفي نفس الوقت ما بيقصرش معانا ده الغرة هنبدأ نعمل عملية تغرية وممكن نستعين بخبور خشبي وبعد عملية التغرية ديت ده بيعمل عملية تثبيت طبعا لازم نستخدم امطة او زرجينة لضم الشغل على بعضه الكورسطة ديبعا يا جماعة لازم ده لازم يتضم على امطة او زرجينة اهيت ونبدأ نضمه بحيث يعمل عملية عصر ونبدأ نقيس الزوي بتاعتنا نعمل له عملية زاوي بحيث لو في فتلة والحاجة اقدر اهيت بابدأ اقيس الزاوية لو منورها بابدأ اعصره من حتة واسيب حتة ابدأ اعالجها قبل ما الكرسي الجنب بتاعه ينشف اهيت بابدأ ازبط معي ده ممكن يبقى بديل للخابور ان هو ممكن اركب مصمار شك هو مطير الراس بتاعته او اعمل له عملية سنبكة او ممكن بعد ما اخلص ده بيثبت بس معي بحيث ان ايه انا كده نشفت شلتها ممكن اعمل له عملية سنبكة او اطهره خلص نفس الكلام بالنسبة للارجل الخلفية طبعا احنا الكرس بتجمع على مرحلتين او تلاتة لمرحلت تجميع الامامي مع المرة والطولية وبالنسبة للخلف نفس الكلام يبقى امامي وخلفه بعد كده ببدأ بعد ما بينشف الجزء دوت وجزء دوت ببدأ جمعهم واربطهم على الزرجينة او الامطة بتفرق معي كتير جديد بص هنا اضطريت التجميع ده الضهره هو تجماعة عمل فيه كل النقور والنفس الشغل بتاعه كله مفهوش اي مشكلة بدأ يعمل له عملية عصر على الامطة او الزرجينة اللي عندنا عملية الزاوي كده اي عندي جزء بيبدأ ان هو يزبطه بحيث ان تبقى عندي الموضوع سهل مفهوش اي مشكلة خالص نفس القصة لعملية التثبيت ده كده انا بثبت النقر يا جماعة بحيث ان مع الوقت ممكن اي حد يغبط الزرجينة او الامطة فيتغير الفتلة بتاعتي انا كده بثبت النقر بتاعي وبحيث ان ما حصلش عملية زحزحة للشغل بتاعي تاني هنا نفس القصة بالنسبة للظهر بيبدأ يطهر المسامير بتاعتي تاني زي ما احنا شايفين ده الجزء اللي احنا رسمناه يا جماعة قدامكم ده اللي تحت ده شكال ده هي تروس طولية اللي هي فوق ده بص اهي اللي تحت نحية الجزء التحتاني ده اسمه ايه؟ شكال ده شكال خلاص سواء ربع او مستدير او في بومبين من الاجناب ده كله ما تفرقش معانا وما فيش اي مشكلة خالص ده فرق في التصميم ولكن المقسات كلها عندنا واحدة بنبدأ نزوي الشغل بتاعنا هنا زي ما احنا شايفين بنركب عملية التزبيت بتاعتنا ممكن يا جماعة نعمل عملية سقب بالشنيور ونعمل حاجة اسمها خبور بيتبقى افضل طبعا من عملية التزبيت بالمسامير بيتدي عزم للشغل بتاعنا بتديله متانا هنا الكورس يا جماعة بنبدأ نضغطه هنبدأ ننفذ الاعداء بص الاعداء هنتنفذ بقى عم طريق قطع خشبية هنعمل لها عملية لحام هنعمل لها عملية لحام ممكن يبقى مفحار ممكن يبقى يفريز ممكن يبقى اي حاجة اهوت احنا بنقيس الاعداء بتاعتنا نبدأ ناخد الاجزاء بتاعت الاعداء نفسها طلعت من ثلاث قطع اربع قطع اين كان بناخدها وش وحرف على المكينة زي ما احنا شايفين كده ونبدأ نعمل لهم عملية مفحير عشان نجمعهم او زكر وانسة او تدابة وممكن في بعض الاحيال ممكن نسبتهم كده على طول بس الافضل ان احنا نعمل عملية لحام متعكسة الالياف مع بعضها دي الطرق اللي حام ديت احنا ابناءنا الطلبة درسناها في سنة اولى بشكل كبير جدا تعالى لعملية التقصيب هنا بنعمل عملية ايه تقصيب لاجزاء الزيادة عشان بعد الحلية مش هقدر ان انا اعمل اي حاجة تاني غير ان انا اطهر بحطة الصنفرة بتاعتي ان انا ابدأ ان انا اشطب ما يبقاش فيه اجزاء لماكن يخش معايا تاني يبقى هدل الشغل اللي انا بعمله بعمله انا كده بزبط المقاس بتاعي تمام مزبوط على الحرفين ده اللي انا هعمله دوت حاجة اسمها خلب ايه خلب دوت يا جماعة جزء بتاع الربعة نفسها في ظهر الكرسي لازم يبقى ليها خلب عشان تريح عليها الجزء الاخير من الكرسي اهوه ده اسمه ايه خلب بتبقى شكل مربع كده عشان تخش في الارجل الخلفية بتاع الكرسي بتاعتي اهيط ديت الارجل الخلفية اهيط اعمل حاجة اسمها خلب ليه الشكل الربع اللي احنا شفناه دوتا على المكنة بدأ ان هو يعمل عملية حلية هيا للجزء الخارجي بس للجزء الخارجي بس ماشي اهوت طبعا مش شرط ان انا اعمل الجزء التحت لسبب هيبقى جزء دوت متداري ومتصمر ملوش اي قيمة ان انا اعمل له عملية حلية ببدأ التشطيب دوت يا جماعة في كل المراحل بيسهل علي وبيخلي المنتج في غاية الروعة بيسهل علي كتير هنا يا جماعة هابدأ اجمع بعد كده القعدة بتاعة الكرسي بالشكل انت شايفه دوت بعمل ايه التغرية بعد كده هعمل بنتة اهيت للكوائل نفسها اثبت بكوائل طريقة طحفة جدا حاجة الجزء بتاع الدليل اللي احنا شايفينه في الشنيور دوت دليل من غير منتهى عشان اعمله من الاخرام كلها واحدة هابدأ اثبت الكوائل بتاعتي بالغيرة بدا المسامير طبعا بتبقى طريقة في غاية الروعة وغاية التحفة وابدأ اطهرهم بعد ما ثبت الكوائل الكوائلة دي بتبقى عبارة زي القلم كده بتخش في كل جزء وابدأ اطهر بعد ما ثبت كله اهوت وابدأ اعمل عملية تطهير للكوائل الخشبية وابدأ اعمل عملية تطهير للكوائل الخشبية اهوت كورتس اهوت يا جماعة مفوش اي مشكلة خالص طبعا باب الكراس يا جماعة من الابواب المهمة جدا في نجارة الاساس ذو اهمية ومن الموضع اسئلة بالنسبة الامتحانات الدبلوم طبعا باب المناضد وباب الكراسي من الابواب اللي تركزنا السندة ان شاء الله هيبقى عليهم كبير جدا لان احنا تقريبا ماشيين ان شاء الله في المنهج بسيمترية معينة ومفيش اي تأجيلات في الترم الاولان نلقاكم على خير في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته